موسيقى لكن الحيوانات كلها واحد الحيوانات كلها تحتاج مياه حلوه زي ما احنا كنا قلين انا كنت بفكر في موضوع محطر تحلية وليت كوست علي جدا اغطي برضو مساحة الانتاج الحيواني اللي عندي ديت ولما عملت الدراسة زي ما احنا قلنا الموضوع جهاز الفصل المغناطيسي بدأت اعمل تجربة ان انا اشغل المياه عليهم لقيت المرضود كويس بالنسبة لاستهلاك المياه طبعا كان الاول بيستهلاك مثلا العنبر بيستهلاك مثلا اتنين متر مكعب لا بقيت المرضود باملة ممكن في قدوة تلاتة متر ونص أو اربعة متر مكعب يعني بقوا يشربوا مياه اكثر بالزبط المياه مستساغن مياه بالنسبة له احلى طعمها افضل بالنسبة له نسبة الملوحة اللي كانت فيها اللي هي المعصرة بقت ميصرة ان هو يقدر يمتصها الحيوان ويقدر يستفاد بيها بدل ما يبقى عنده اجهادات على الجسم بتاعه وعلى الكلاب بتاعته لا بالعكس ان هي بدأت ان هو يتفيده ان هي بتساويد لمعادلات تحويل وهنا انت تسمين فقط ولا تسمين وحلاب تسمين معايا فقط معايا بدأ المنظومة بداية من امهات للرضاعة والولادات عندي ده كل ده شغل انتاج المزرعة طبعا اللي كان العقبة بالنسبة لي الموليدة الجديدة الصغيرة ما بتتحملش الرضيع بيبقى نازل المناعة تحت ضعيفة جدا محتاج كل سبل الراحة فكان عندي بوضوع المياه الملحة كان اجهاد عالي عالي جدا من صغر سنه معدلات تحويله معدلات النمو كان سيه ان هو مسلا عشان مسلا مرحلة الفطام المطلوب مسلا من شهرين لثلاث شهور كان ممكن يطاول معي لشهر الرابع عشان يوصل للوزن المطلوب اللي انا بقدر افتم عليه من بعد ما عملنا موضوع المياه المعدلات الحوض بتاع المياه اه دي حوض المياه معنا اعمالت حوض المياه ايه حصر اه زي ما احنا قلنا معدل الاستهلاك بتاع المياه زياد معي اكتر اه بقى الامهات اللي كدت اه بتراك معدل الاستهلاك المياه ده معناه ان فيه اقبال على الشرب الحيوان قبل كده مكنش بمستسيغ المياه الملحة فيدوب بيشرب منها بالعافية بالزبط بالزبط بياخد بس مجرد اللي هو بيروي عطشوه لكن مش مستسيغ ان هو يقدر يشرب ميته اللي هو الكفاية اللي هو محتاجها الامهات ايه اللي حصل بتقولي اه بالنسبة الامهات عندي اقبال على المياه بتاعتي احسن نسبة اللبن بتاعها بقى يكتر ان هو يقدر يفيد المواليد الصغيرة معدلات التحويل بتاع النسبة المواليد الصغيرة سي مثلا كان عجل التسمين بياخد من فترة عمره لحد اما يكبر مثلا بياخد في حدود سي 8 شهور ايه او 8 شهور ونص دلوقتي قدر اننا العجل بوصل به اه اه لا كتسمين 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 من السن اللي هو نقدر القول من الوزن اللي هو نقدر عن الوزن الانية اللي بيقول عليه مثلا 200 كيلو عشان اوصل بين 400 كيلو بياخد في حدود مثلا 6 شهور يعني وفرت شهرين ونص بزبط كبه فدي كلها بتفرق معايا بزبط كده يعني انا كنت باتكلم في البداية بنقول ان ارتفاع اسعار المستنزمات الانتاج في كل حاجة زادت حتى الماشية الناس بتشتكي من ارتفاع اسعار الاعلاف نهارده لما انا اقلل فترة التسمين وان انا ازود معدل التحويل في اقل وقت يبقى انا كده بقدر ارفع نسبة الربح بتاعتي بطريقة فيها نوع من الفن في التعامل مع الخير اه انت مقسم المزرعة هنا ايه انا شايف فيه عنابر التأسيمة بتاعتها زي يعني عندي مصلاً عمبر للامهات ايه دوت العمبر بالنسبة لماذا هيا اللي هي انظرون العزبات اللي هي ما قبل العشار او اللي هي العشر الصغير لاسه اه بعد بيحصل الولادات باتين الى العمبر اللي هو عمبر المواليد عندنا مواليد النهاردة اه مواليد النهاردة يعني فيها حاجات حاجات صغيرة بصدات حاجات صغير اللي انا عز سألون مش عميل مكان هنا للحجر يعني لما بيجي لك قطيع جديد أول ما بيجي المزرعة بتدخله معاهم على طول لا 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 طبعاً لازم بيتحط في حاجر لحد ما بيخلص التحصنات بتاعته بتاعت حوالي شهرين إلى ربع لحد ما يخلص جميع التحصنات سبع أسابيع بالزرع بيخلص كل التحصنات وبعد كده يبدأ يدوم معايا على بيت القطيعة ده في حين أنا لو جاي بحاجات مبارن بس أغلبية الشغل هنا عندي ده كل ده إنتاج المزرعة ما شاء الله اه يعني انت حتى الولدات بتاعتك انت اه الولدات اه ما فيش روص لا يا فيه تنظيف أول بأول صبح وآخر النهار ده بسألة يومية اه الحيوان محتاج نظافة اه اه كائن حي اه تديله النظافة بتاعته وتديله المكان من الأكل بتاعه النظيف تديله كل الصبب اللي هو محتاجها هيديلك المرضوب بتاعه صح لكن أنا لو حيوان قاعد في مكان مش نظيف أو حاجة زي كده هيبقى طبعاً مش هيدين الحاجة المرجوة منه تمام ديت اللي عمبر الأمهات بعد دي الولدات يعني أنا عايز بس أوجه كلمة للاستاذ المشاهدين اسأل مجرب ليه أنا بسأل صاحب المشروع الراجل اللي همه ان هو حقق ربح ان هو ينجح تقييمك ايه لجهاز معالج المال مغناطيسي ايه المرضود اللي انت حسب بيه كمستثمر زي ما قلت الحركة اللي هو وفر علي بالنسبة لدورات التسمين وفر عليك الوقت وفر علي وقت اللي بعمله مثلاً في سنين اختصر هو في شهور بالضبط ده اللي بعمله في سنين اختصروا في شهور وإحنا الوقت عندنا سامين الوقت غالي عجلة الانتاج بتجري التنمية ما بتستناش حد الزراعة والانتاج الحيواني بيعتمدوا على التنمية المستدامة التنمية المستدامة مجيش إلا لما يكون فيه استقرار في عائد مجزي فيه نجاح بشكراكوا بالتوفيق شكرا حضي عشان